موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية سجلت الديون المتعطرة للأبناء كارتفاعا بنسبة 5% وبلغت نسبتها إلى جار القروض البنكية 8.8% في الفصل الأول من 2022 وأوضح بنك المغرب في تقرير حول السياسة النقدية أن هذه الديون ارتفعت بنسبة 6.7% بالنسبة للشركات غير المالية الخاصة و3.2% بالنسبة للأسر وبالنسبة للقروض الممنوحة لفائدة القطاع غير المالية فقد ارتفعت بنسبة 3.1% نتيجة التباطئ في نمو القروض الممنوحة للأسر وتزايد الانخفاض في القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية أكد والي بنك المغرب عبداللاطف جوهري أمس تلتاء برباط أن التضخم في المغرب والمتوقع في حدود 5.3% سنة 2022 يظل مستوردا بسبب عوامل من أصل خارجية غير متحكم فيها وأوضح الجوهري خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلية الثانية لمجلس البنك المركزي أن الضغوط التضخمية لا تزال تغضيها بشكل رئيسي عوامل خارجية المصدر كما يعكس ذلك التسارع الملموس لتضخم السلع القابلة للتداول مشيرا إلى أن تضخم السلع غير القابلة للتداول المتأثرة بشكل رئيسي بالعوامل الداخلية يواصل التطور عند مستوى محصور جرى أمس تلتاء بدار البيضاء التوقيع على بروتوكول اتفاق من أجل تطوير المصادر المحلية للأجهزة الطبية والمنتجات الصحية ذات العالمة صنعة في المغرب بين وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد الفرنسي للمستشفيات من أجل المشتريات وشركة Green Health Logistics وحاضنة الصناعات الطبية بالمغرب ويروم هذا البروتوكول الذي تم توقيعه من طرف وزير الصناعة والتجارة رياض بزورة ورئيس الاتحاد الفرنسي تشارلز جيبرات والمدير العام لشركة جاجس إل خليل جاي حكيمي ورئيس الحاضنة الصناعات الطبية بالمغرب سعيد بن حجو إلى تطوير المصادر المحلية للأجهزة الطبية والمنتجات الصحية غير الطبية ذات العلامة صنعة في المغرب القادرة على تقديم حلول لاحتياجات المشتريين الأوروبيين وتحديد الشركات التي تلبي احتياجات المستشفيات الأوروبية في احترام للمبادئ الأساسية للطلبيات العمومية والمعايير المعمولة بها قفزت المؤشرات الرئيسية في بورسة والستريت أكثر من 2% أمس التلتاء مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى وشركات الطاقة بعد موجة مبيعات اجتاحت السوق الأسبوع الماضي أثرتها مخاوف حيالة باطئ اقتصادي عالميا وأغلقت كل القطاعات الرئيسية لأحد عشر المدرجة في ستاندرد أند بورس 500 على مكاسب مع تعافية الأسهم بشكل عام بعد أن سجل المؤشر القياسي أكبر خسار أسبوعية من حيث النسبة المئوية منذ مارس 2020 نهاية النشرة الاقتصادية لليوم مشاهدين نلتقي بعض قليل في موجة لأهم الأنباء شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر